السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعدناكم بالدروس المصورة في حرفة الجبس اليوم سنقوم بشرح أول درس يخص المبتدئين في هذه الحرفة أول وقبل كل شيء قم بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا لكي تتوصل بالجديد وقم بتفعيل الجرس لكي يصلك إشعار عندما نضع فيديو جديد واضغط على زر الإعجاب للفيديو لتحفيزنا لإعطاء المزيد وشكرا بسم الله نبدأ الشرح على بركة الله أولا قمنا بملء الإناء بالماء إلى النصف ونقوم بصب الجبس تدريجيا حتى يتجانس نقوم بالتخليط جيدا كما ترى في الفيديو ولقد سابقنا ورتبنا مكان العمل الذي يحتوي على أدوات بسيطة الذي هو باب وفوقه جلد كيسهلا نزع بلاكة جبس عندما تجف وفي الجوانب وضعنا قطع من حديد ومن الأفضل أن يكون سمكها واحد سنتيمتر بسم الله نقوم بصب الجبس تدريجيا نقوم بملء الجوانب جيدا كما ترى في الفيديو نضع خيوط الفيلاس كما هو معرف عندنا في المغرب يجب أن يوضع جيدا كما ترى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نقوم بجرر الجبس حتى تمتلئ جميع الفراغات وفي الأخير نقوم بتشريطه بالمنشار كي تكون بلاكة خشينة من الفوق لكي يتلتسق جيدا عندما نعمل بها في السقف أو الجدران إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا اليوم أتمنى أن يستفيد الجميع شارك الفيديو مع أصدقائي إلى الحلقة المقبلة السلام عليكم لا تنسى الاشتراك بالقناة وفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة